أكدت مصادر بحرية أمريكية أن النيران لا تزال مشتعلة في ناقلة النفط اليونانية سونيون رغم نجاح عملية سحبها إلى منطقة آمنة بالقرب من السواحل الإريترية في البحر الأحمر غرب اليمن وقال موقع جي كابتن الأمريكي المتخصص بالشؤون البحرية في تقرير أنه تم سحب ناقلة النفط سونيون بنجاح إلى منطقة آمنة بالبحر الأحمر مما يمثل خطوة حاسمة في عملية إنقاذ معقدة وقال الموقع أن الصور الحصرية التي حصلنا عليها تظهر أن النيران لا تزال تتصاعد من الناقلة